أهلا ماري السلام السلام المسيح معك أهلا ماري أنا ماري عابرة للمسيح من نعمة المسيح نشكر الرب أهلا فيك من وين يا ماري؟ من سوريا تفضلي شو سؤالك عايشة بسوريا أو برا؟ لا لا ساكنة بالسويد بالسويد أوكي شو سؤالك؟ قبل السؤال مبرحة أنا كنت بصلي بالليل وكافي عنديك تصبيح وحمد ونمت شفتك بمنامي عم تقولي لي شوتيك عم تقولي لنشيد الإنشاء رحت لليوتيوب اليوم وعدت سمعت يعني ما بتصوري عم تبكيت بكيت بكيت وكنت فرحانة درجة مطبيعية بدي أتشكلك على هذا الشي كتير كتير بدي أتشكرك عن جد حبيبتي وعجبي ونشكر ربنا عفكرة عم يفوتوا أسبوعين المضوء ويقولي حلموا فيني والرب عطاهم بالحلم شغلات معينة يتابعوا أنا بعرف ربنا إله حي وبيشتغل بأدق التفاصيل بالناس وبشكره كل ساعة وكل دقيقة نشيط الإنشاء يعني هو هو شرح كيف طريقة علاقة للنفس بالرب الإله كيف نفسك تكبر شوي شوي معه وربنا يستخد بتحبي تخبريني أكتر عن اختبارك لسرتي مسيحية أنا بالبداية بس حابة أحكي أنه أنا كنت مسلمة وكان مشروعي هو حفظ قرآن وكنت بلشانة بمشروع دراسة الشريعة الإسلامية الشيء اللي صار معي هو بداية أنه كافي كنت محاوطة بكتير مشاكل هون بالسويد وصارت معي شوية ظروف إلى أن وكأنه مشيئة الرب تسكر قدشي بواب بوجهي وقالوا لي روحي للكنيسة وهي بتساعدك طلبت أمور هيك دنيوية قال الله فتح لي أبواء من عنده فتح لي دراعه وحضرني بالفعل رحت وقتها للكنيسة وقعدنا وقعدت أنا كنت أعبانة كتير وظروف عالية كتير بقى صديقة عندي أخت عندي إياها اللي يبارك لها يوجه لها سلامي أختي بربارة من سوريا كمان وقعدت ترجملي شو بيقول القص أنا قعدت إبكي إبكي كتير وحسيت يعني أنا حسيت ما بعرف كأني طلعت من عالم البراني اللي كله وحوش داخل لمكان نظيف حسيت يعني بشي ضب مطبيعي حسيت بالبشر قلوبة نظيفة حسيت لأنه شي نشال من علي ونحط على جنب ما صدقت بهذا الشي أبدا نهائيا إلا أن يجي القص بيقول لي كلمة واحدة بيقول لي إحنا اليوم تباركنا بحضورك حسينا بوجود الرب بوجودك بنفس الليلة هاي الصديقة نمت عندها عطتنا الكتاب المقدس أول سؤال خطر ببعلي أنه نحنا كمسلمين لماذا إذا نقول نحنا كمزكيين ندخل الإسلام ومزكيين لندخل الجنة طيب لماذا هذول اللي نقول عنه الكفار ومشركين لماذا لا يكون صلاح الله يعطيهم صلاح ونحنا معنا هذا الصلاح لماذا لا يكون هذول أمينين صادقين نحنا نوعينا من الدنيا ونعرف المسيحيين أمينين صادقين محبين شبه ملائكة لأننا المسلمين في نفاق دجل مع احترامنا المسلمين جميعا لكن هاي الحقيقة هون بدأت أحاول ظلت تقريبا ثلاث شهور إبحث بهون وإبحث هون بقارن أمسنا وثلاثي ورباعي يتركوا الرجل أبا وأبا وأبا وأتسق بإمرأتهم فما جمعهم الله لا يفرقوا هما إنسان بوقت بشوف كيف القرب يسوع بيجي بزدتوله الزانية بيقوم هو بقولون اي واحد فيكم بتحدى اي واحد فيكم بيرجم بينما بروحوا لهنيك بقول لكم لا ارجموا وفي احاديث كتير وقت عملت ابحاثي ضلت اشهر كتير قعدت بتحدي مع الله وهون دعيت قلت يا ربي انا وقعدت ابكي لانه عشت باضطراب الصراحة قلت يا ربي انا عاشقة لله انت جبتني لهذا الطريق وانا بعرف انك جبتني انت اليك رسالة عندي انا عا اتحداك اذا فرجيتني مجدك وسلطانك انا اعلن من هاي الساعة انه انا اكون خادمة واكرز باسمك طول عمري وحياتي بمشيئة الرقل شفت ليلتا ولو اني انا من نوع المنطقي ما بقى انه نبوءات بالمنامات ولا شي بس شفت ليلتا اني كنت بمغارة بمحراب لابونا ابراهيم شفت انه متغطي بجسته ومتغطي بغطى اسود شلت انا هذا الغطى تاني اسود وغطيت حالي نفسي فيه كنت فرحانة كتير طلعت لفوق وقلت يا رب انا هلأ ايقنت انه انت بتحبي وانا بحبك سلم تروحي لقى لك خلاص فيت الصبح وتخلاص يعني امن ومن بعد الحمد لله مشكرا رب عم اتلمز للان الحمد لله ورأت الكتاب المقدس وتعمدت من شهرين مشكرا رب وحضرت لك ربي باركك يا رب وحضرت معمودية كمان حضرت حلقة تبعيتك المعمودية وهلأ اخذت موعد لطفلي كمان عندي موعدية بخمسة عشرين شهر بمشيئة رب يا ربنا يبارك حياتك ويبارك ابنك ويشتغل فيكن اكتر واكتر ويظهر نوره فيك اكتر واكتر يا حبيبتي عندك اي سؤال كمان تباركنا فيك هون ربي باكك يا ربي بارك بعملك وبحياتك كتير وبحبك عن جد كافي سؤالي هو ربي باكك بدي اسألك كان سؤال مشان قصة بشغلة العشور هلا انا بارك في العشور انه اوكي انا كتقدم وبيدي قدم العشور هلا تعرفي انه في فيه ناس محتاجة عوائل بسوريا او فيه بقولك انه لازم انا قروني ممكن لازم الكنيسة اعطيها بس فيه عوائل محتاجة اكتر يا هل ترى انا اذا قدمت العشور هدول للمحتاجين العوائل محتاجة مو اولى بان اعطيها للكنيسة اثنين شوفي يا حبيبتي اول شي هنه العشور بالنتيجة للفقراء شو بيقول ربنا عن العشور وهذا العشور هو شيء له علاقة بالطريقة اللي خلصتي فيها انت بيقول الرب اعطوني لخزائني ليكون في بيتي طعام لما بالآية بالعهد القديم بالعشور اللي بيقول فيها الرب جربوني بهذا جربوني بالعشور مع انه مكتوب لا تجرب الرب بيقول لك الا بهاي جربوني ليه ليكون في بيتي طعام لو رحتي انت على كنيسة لا تاخدي من انت اللي جابك على المسيحيك انت محتاجة يمكن اكله مصاري ولقيت فتتي على الكنيسة وكان معن اكله مصاري عطوكي فكانوا عيلتك ورجعوا بنوكي روحيا وكملتي معن لو فتتي وما كان في بيتيتهم مصاري واكل كيف كنتي بدك تخلصيه انا واثقة الرب بيعطي هذا المعنى ليكون في بيتي طعام فاللي بيقصد بيوت ربنا لازم يلاقيها عمرانة دائما ربنا يسامحون فيه كنائس حرمية ورجال دين حرمية سرقوا كل شي خلوا الناس تفقد ثقة بالكنيسة ببعض الدول ولكن شوفي بالنسبة لإلك عشورك كيف ما بعدتيها كيف ما بذرتي هذا الزرع ربنا بيبارك وبرجعلك يا أضعام مضاعفة عطتي عندك فقير مقرب منك من عيلتك لأنه عيلتنا عطول بالدرجة الأولى ماما قولي أنت تكوني عم توزعي مصاري واختك راح عم تشحد من كنائس وجوامع فالعيلة بالدرجة الأولى عندك فائد وفيه احتياج عطيهم ما في بالعيلة حدا محتاج الأبعد الفقراء اللي بتعرفيهم الفقراء اللي ربنا بيحطهم بطريقك بيصير بيحط هو بطريقك لسوريا بتحبي تبعثي إذا سهل عليك ببعثي لسوريا صعب ما في طريقة حوالي جربي حدا من رفقاتك يبعث باسمك ما لقيت بكل دول العالم فيه فقراء وفيه شحادين بالطرقات عطيهم ما رتحتي لحدا عطي الكنيسة الكنيسة هاي اللي بنتك واللي عطتك هاي أمينة رح تعطي غيرك كونهم عطوكي شوفي لو راح عكنيسة ما عطتك بيقولك ما بيستاهلوا لا تعطيهم لأنه لو عطوكي كانوا بيكونوا كنيسة مباركة كونهم عطوكي دول الكنيسة بتستحق انك انت يكونوا عشورك لها الكنيسة أوكي أوكي بس حابة احكي شغلة وحدة بسيقول لأخوات المسلمين لا دافعينا مصاري ولا حدا أجبرنا ولا نحن مضروب راسنا ولا مخنى نحن كل شيء نحن كل شيء صار معنا أنه حررنا عقودنا اطلعنا من نطاق الحدود ومن الشيوخ التعتيمي اللي بيسكتونا بيسكتونا وبتمنى من كل مسلم ابحث هاي المرارة اللي بتتيجي وبتواجه فيها وبتدافع فيها بدل ما اروح ابحث عن الحقيقة مشارة نال خلاصك ودوق النعمة الرب اللي عطانا ياه بمحبة بإخلاص بس ومشكرا رب حبيبتي ربنا يبارك حياتيك هلا فيك يا مريم هلا فيك يا رب باي باي